كما هو حال الانتخابات السابقة لمجالس المحافظات فإن الانتخابات التي جرت في الثامن عشر من الشهر الجاري لن تغير شيئاً لصالح العراقيين بل ستدخل البلاد في نفق مظلم من الصراعات التي سيدفع ثمنها العراقيون بحسب المثاق الوطني العراقي الذي أكد أن مجالس المحافظات هي حلقة زائدة ستؤسس لحكم الإقطاعيات وأمراء الطوائف فضلاً عن أنها ستثقل ميزانية البلاد المالية الصخط الشعبي تجاه الكتل السياسية اتضح جلياً بعد دعوات مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات والعزوف الكبير الذي رافقت تصويت العام بسبب ترسيخ مجالس المحافظات جذور الأحزاب الطائفية داخل السلطة بحسب وكالة فرانس برس وفي خضم تلك الصراعات والسباق المحموم لنيل المناصب والمكاسب فإن ثمت شريحة مهمة من العراقيين المعتقلين منذ سنوات وهم يستغيثون من كثرة الانتهاكات التي وصفت بأنها لا أخلاقية ولا إنسانية تمارس بحقهم من إدارات السجون ومع تلك الفضائح التي ترتكب بحقهم يطلب منهم انتخاب سجانيهم ومن أشرف على تعذيبهم من الميليشيات الموالية لإيران هذا ويذكر أن العراق يضم عشرات السجون الحكومية فالضنع السجون السرية المكتضة بالمعتقلين دون محاكمات عادلة اعتقل أغلبهم بوشاية المخبر السري أو على خلفية طائفية أو تحت طائلة قوانين جائرة مثل قانون مكافحة الإرهاب أو بتهم كيدية ودون أي أمر قضائي بحسب المرصد الأورو متوسطي الذين لا زالوا يرزحون تحت التعذيب والابتزاز والظلم دون أن تحرك الحكومات المتعاقبة ساكنا تجاه هذه الشريحة المنسية والمغيبة في ظلمات السجون ترجمة نانسي قنقر